السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بحضراتكم على قناتنا ستيب باي ستيب لو اول مرة تشوفنا يا ريت تعمل سبسكريب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان توصلكوا فيديوهاتنا اول باول والنهاردة معدنا مع منهج الكنيكت فور لكن النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة في منهج الكنيكت وهي التعديلات الوزارية اللي حصلت على منهج الكنيكت فور طبعا كلنا عارفين ان منهج الكنيكت فور منهج جديد المنهج نزل من حوالي شهر ونص وطبعا اول منهج نزل القنوات وفي نفس الوقت الكتب الخارجية بدأت تشرح فيه المنهج لكن المنهج ده كان تجريبي والوزارة قامت ببعض التعديلات على المنهج لكن التعديلات دي تعديلات بسيطة جدا يعني فيه جمل وفقرات معينة وكلمات معينة مش في جوهر المنهج تعالوا مع بعض يا حلوين نشوف ايه التعديلات اللي حصلت في المنهج وطبعا هنبدأ بي يونت وان عندي اول حاجة يونت وان ليسنتو اللي هو الدرس التاني طبعا كنا بنتكلم عن الديجستف سيستم او الجهاز الهضمي فكنا بنقول ايه يا حلوين كنا بنقول بيعمل ايه بيعمل دايجستنج للأكل قال لي لأ الديجستنج ده او عملية الهضم دي اللي بيقوم بالهضم حاجة اسمها الجاستريك جوز حاجة اسمها الجاستريك جوز او العصارة الهضمية يبقى كده الوزارة قالت ايه المانع بدل ما اقول اقول اسمه اللي هو الجاستريك جوز يبقى كده كلمة كان البديل بتاعها جاستريك جوز بعد كده بيقول لي نمبر ثري كلمة 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 كانت بديلة عن بقت بدلها يعني يكمل عملية الهضم يعني الطعام بينتقل من المعدة للامعاء الدقيقة علشان تكتمل عملية الهضم الخاصة بي اوكي بعد كده يا حلوين نروح للجزء التاني من التعديلات والجزء ده كان في رسپيراتري سيستم او الجهاز التنفسي كنا بنقول اننا بنتنفس من خلال الماث ومن خلال النوز يعني الوزارة قالت احنا هنشيل كلمة ماث خالص وهنقول من خلال الانف اوكي بعد كده نروح للتعديل التالت والتعديل التالت كان في او في الدرس التالت وكان عندي اكسرسايز بيقولي تتصرف ازاي لو حصل قدامك الموقف ده وكان بيقولي يعني بنت عمي او بنت خالي مش قادرة تتنفس وكانت بي تكح فكان يطرى hit her on the arm يعني اضربها على الارم ادها ولا hit her on the back ولا اضربها على ضهرها او اخبط على ضهرها طبعا كانت الاجابة hit her on the back فالوزارة قالت ليه ما نبقاش اكثر دقة ونقول hit her on the back with your hand open يعني زودت with your hand open وهي ايديك مفتوحة وده الاصح طبعا بعد كده يا حلوين كان عندنا في listen for او في الدرس الرابع حاجة اسمها prime numbers او الاعداد الاولية وال prime numbers cancelled يعني اتلغت طيب بقى عندنا حاجة تانية اللي هي comparing large digits يعني مقارنة الخنات الكبيرة اللي هو الترتيب التصاعدي او ال ascending order يبقى ترتيب تصاعدي ascending order ascending order طيب هو اصلا ازاي اقرأ عدد او اقرأ digits او خنات اول حاجة طبعا كلنا عارفين one two three four لحد تن وبعدين twenty وبعدين thirty و forty لحد ما نوصل للمية اول ما نوصل للمية هقول one hundred one hundred متين two hundred تلتمية three hundred وهكذا دي خانة المئات او الهندرز بعد كده هنروح للالاف هقول one thousand two thousand three thousand four thousand وهكذا لحد الاخر اوكي بعد كده عندي خانة المليون او الملايين هقول one million two million three million وهكذا طيب لو عندي عدد كبير مكون مثلا من ستة ارقام زي ما احنا شايفين في العدد الاول معنا هنعمل ايه يا ترى طيب قلنا اول تلت ارقام هنفصل ما بينهم بكما اوكي الكما دي هقول عليها and الكما هقول عليها and يعني هفصل خانة المئات وخاء عن خانة الالاف وهبدأ اقرأ العدد من على الشمال هبدأ اقرأ العدد من على الشمال يعني خمسمية اربعة وربعين الف ربعمية اتنين وتلاتين هقول عليها ايه هقول five hundred forty four thousand لانها خمسمية اربعة وربعين الف وقع في بتاعة الالاف اوكي يبقى هقول five hundred forty four thousand and four hundred thirty two four hundred thirty two اوكي طيب نروح للرقم اللي بعده هنقرأ ازاي مية تمانية وسبعين الف هقول هقول عليها one hundred seventy eight thousand and eight hundred eighty eight hundred eighty اوكي ما اقول هندرد اقول هندرد يبقى المية او الالف لما بيبقى قبلها عدد مش بجمعها اوكي طيب نروح يا حلوين لحاجة تانية اللي هي الشاينز او العلامات يعني ايه الشاينز او علامات الشاينز اللي هي علامة اكبر من او اصغر من او يساوي طيب يا ترى يعني ايه اكبر من اكبر من يعني greater than greater than greater than يعني اكبر من طيب اصغر من less than less than less than اوكي طيب لو يساوي equal to equal to equal to يعني مساوي لي وطبعاً بقول less than أو greater than بستخدم than لإني بقارن ما بين عددين بقارن ما بين عددين طيب تعالوا يا حلوين نقارن ما بين الأعداد دي ونشوف مين أصغر من ومين أكبر من ومين يساوي عندي أول عدد اللي هو خمسمية ستمية خمسة وخمتين ألف خمسمية أربعة وتلاتين والرقم اللي أصاده ستمية تمانية وتسعين ألف تمنمية واحد وتمانين ونركز طبعاً لإني الأرقام بتلخبط طيب يا حلوين إيه اللي أنا هعمله اللي هعمله إن أنا همسك أول تلات أرقام من العدد اللي هم وقعين في خانة الألاف وهقارنهم باللي أصادهم اللي وقعين في خانة الألاف برضو يعني عندي هنا ستة وعندي الناحية التانية ستة فكده تمام عندي بعد كده خمسة وخمسين وتمانية وتسعين يطرى الخمسة وخمسين أكبر ولا التمانية وتسعين طبعاً التمانية وتسعين بس لما جي أعمل كومبيرنج أعمل مقارنة أنا بقارن العدد الشمال بالعدد اللي على اليمين فكده هتبقى الستمية خمسة وخمسين أصغر من الستمية تمانية وتسعين يعني هقول إيه؟ هقول 655,000 534 مالها بقى لس ذان يعني أصغر من 698 إيه؟ أكبر من ولا أصغر من ولا يساوي طبعاً هتبقى إيه؟ هتبقى ممتازين equal to equal to يعني مساوي لي طيب عندي نمبر ثري بيقولي 100 مليون 100 مليون أكبر من ولا أصغر من ولا يساوي 99 مليون 99 مليون يا طرى مين فيهم الأكبر؟ طبعاً 100 مليون greater than أو أكبر من إيه يا حلوين؟ ممتازين 99 مليون وطبعاً علشان نعرف نفرق ما بين greater than we less than الأعلامة بتبقى فتحة بقها يعني ناحية العدد الكبير أوكي؟ بعد كده هنروح لإكسرسايز تاني اللي هو زي ما قلنا ascending order أو الترتيب التصعودي الترتيب التصعودي ده بنشبهه بالسلم إزاي بنشبهه بالسلم؟ يعني بنبدأ بالعدد الصغير وبعد كده بنعلى بالعدد الكبير يعني مثلاً لو عندي 8 ولو عندي 7 ولو عندي 9 هبدأ بالسبعة وبعدين 8 وبعدين 9 أوكي؟ طيب نمبر ون عندي أرقام الأرقام دي 87 909 و 87 990 أوكي؟ هقرأ الأرقام دي إزاي؟ أوكي؟ هقول 87 80 80 7 7 7 7 1000 and أوكي؟ إيه بقى 9909 هنقولها هنقولها 800 1000 8909 992 3 هنبدأ بيه طبعاً الأصغر اللي هو التين تاوزند اللي هي العاشر تلاف وبعدها تونتي أوكي؟ وبعدها اللي هي متين تلاتة وتلاتين اللي قلنا عليها 233,000 أوكي؟ بعد كده نروح للتالتة والأخيرة عندي 20,000 وعندي 20,300 وعندي 310 وعندي 19,311 طبعاً أول رقم هقرأه هقول إيه؟ هقول 20,000 20,000 طيب اللي بعدها هقول 20,000 and أوكي؟ 310 310 اللي بعدها هقول 19,000 أوكي؟ and 311 311 أوكي؟ طبعاً أول حاجة هتبقى ممتازين 19,000 اللي هي 19,000 واللي بعدها اللي بعدها 20,000 20,000 20,000 والأخيرة 20,000 310 اللي هي 20 sorry اللي هي 20,000 and زي ما قلتلكم بتلخبط جداً اللي هي 20,000 and 310 310 أوكي؟ يبقى زي ما قلنا قراءة الأقام سهلة جداً محتاجة بس التركيز ومحتاجة نفرق ما بين خانة المئات والألاف والمليون أو الملايين ونقرأ الكومة على إنها and نقرأ الكومة على إنها and ونبدأ إننا نقرأ العدد من الشمال نقرأ العدد من إيه؟ من الشمال بعد كده يا حلوين نروح للدرس الخامس أو lesson 5 lesson 5 ده كان بيتكلم عن محافظة دميات وقلنا إن محافظة دميات غنية بالنيوترينز أو المواد الغذائية اللي هنستبدل is fall off بكلمة rich is rich يعني غنية بي غنية ب النوترينز اللي هي المواد الغذائية بعد كده هنروح لحاجة تاني في unit 2 اللي هي lesson 4 أو الدرس الرابع الدرس الرابع ده كان بيتكلم عن التأسيم أو الإسمة برضو خاص بالماذ وقال لي هايتكلم عن الكثور هايتكلم عن الكثور وقلنا إن الكسر بيتكون من البسط والمقام أوكي البسط يعني إيه البسط يعني numerator numerator connector البسط اللي هو بيبقى فوق البسط اللي بيبقى فوق وبنقول عليه numerator طيب المقام اسمه إيه المقام بيبقى من تحت وبنقول عليه denominator denominator أوكي عندي بسط وعندي مقام قلنا الواحد الصحيح اللي هو ايه whole one اللي هو الواحد الصحيح طيب الربع بنقول عليه ايه يا حلوين الربع بنقول عليه quarter quarter يعني ربع اوكي quarter يعني ربع طيب عندي الواحد الصحيح زي ما قلنا whole one طيب لو عندي تلت تربع اللي هي تلاتة على اربعة اللي بنقول عليها three over four هنقراها كسر ازاي هنقول three quarters three quarters يعني تلت تربع three quarters يعني تلت تربع طيب لو عندي نص هقول عليه ايه النص هقول عليه half هقول half half يعني نص half يعني نص طيب الربع قلنا هنقول عليه excellent هنقول عليه quarter quarter يبقى الواحد الصحيح اللي هو الwhole one بعد كده عندي quarter اللي هو الربع وعندي half اللي هو النص وعندي three quarters اللي هي التلت تربع طيب تعالوا يا حلوين معنا بيتزا جميلة هنفهم من خلالها ايه الكسور طبعا البيتزا لو كاملة دي بتبقى الwhole one يعني واحد صحيح هنيجي نقسم البيتزا كده حولناها لكسور حولناها لكسور طيب لو نقصنا منها one quarter ربع هيتبقى معايا تلت تربع اللي هما three quarters طيب لو اخدنا ربع تاني يعني كده بقى عندي ربع وربع اللي هو نص اللي هو الwhole هيبقى ايه اللي باقي معايا هيبقى باقي معايا نص اللي هو half اوكي يبقى كده اسمناها النصين اخدنا نص واتبقى معايا نص بعد كده هناخد three quarters هناخد تلت تربعها يبقى اللي فاضل معايا ربع اوكي وده كان درس الكثور وبكده يا حلوين يبقى التعديلات بتاعة المنهج انتهت نتقابل على خير بإذن الله في درس جديد